هو ليه فيه عند البنات فكرة الحجاب أصلاً يعني ليه بيتحجبه؟ علشان قضية في إفهمها كويس معايا وهي العفاف لازم الإنسان يكونوا عفيفاً عفيفاً يعني ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى ليه ربنا ما أبحش أن احنا نرافق البنات والبنات يرفقونا وكذا إلى آخرين علشان ربنا أمر بكده طاعة فيه حاجة اسمها الطاعة والطاعة دي ربنا خلقك وأنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وقال لك في قيمة هي تفعلها وقيمة هي ما تفعلهاش من ضمن القوائم اللي ما تفعلهاش دي السارق اغتصاب الأراضي الرشوة شهادة الزور الجاذب كده قيمة كده اسمها الزواجر النواهي حاجة بيقول لك ما تعملهاش وفي حاجة بيقول لك صلي وصوم وحج وزكي وعمل الخير وفعل كذا وكذا وكذا ولما تيجي تتجوز تتجوز بالطريقة الفلانية وطلق بالطريقة الفلانية وعيش بالطريقة الفلانية وإوعى تظلم حده برنامج متكامل اسمه التكليف وقال لو عملت ده في الدنيا أنا هدي لك ثواب عليه في الآخرة من أجل هذا الثواب والرغبة فيه وبموعود الله سبحانه وتعالى أنه هو يجزيني خيرا وأنه هو يرضى عني وأنه هو يوسر أموري وأنه يقبلني عنده في الطائعين مش في العصاة بنعمل كل الأوامر دي هو أنت إنسان لك مشاعرك ولك علاقتك ولك حقيقة أنه فيه إله فعلا ومال مين اللي أنشأ كل هذا الكون بكل هذا الاتساع بكل هذه العظمة سؤال يجب بيسألوا الإنسان طول عمره طول ما الإنسان موجود في الأرض بيسأل ثلاث أسئلة أنا جاي منين أنا رايح فين أنا بعد الموت هيبقى إيه الماضي الحاضر المستقبل جاي منين دي ربنا خلقك شوف الإجابة سهلة خالص وحاجة متصورة وإنت بتعمل إيه هنا بتعمل إن أنت بتقوم بالتكليف بتنفذ البرنامج بالطاوع وإيه بعد كده في يوم الإيامة اللي في يوم الإيامة هو الثواب والعقاب موسيقى موسيقى موسيقى